تحياتي لكم اخواني ايضا الموضوع الثاني اللي حبيت اتكلم به بعد ما تكلمنا بالفيديو الاول عن البار اه الملاعب لا بأس بيها وبالعكس اول مرة الدوري العراقي قاموا بملاعب يعني تكاد تكون كلها محترمة واكو ملاعب راحتك طبعا تدخل بالخدمة جاي يسوون بيها تحسينات على فكرة تحسينات ترى خلف الخفاء بالخفاء يعني اه شلون يعني مثلا الملعب ميسان الدولي اه اليوم شوف التقرير عنه ضايفين لباركات ووقوف سيارات وباركات حافلات للفرق الضيفة وكذا فهذا شيء محترم جدا يعني الباركات شيء مهم ويسمونها البنية التحتية اللوجستية للملاعب شيء مهم جدا فهذا ايضا شيء جيد واتمنى ان يتطور وهو شيء جيد ايضا ملعب الكوت اه اللي هو مواصفاته دولي هو دولي تصميمه لو رفع الحضر عن كامل العراق الكوت ممكن يستضيف مباريات منتخب الشباب او الناشئين او اه لندية مثلا اتحاد الاسيا وكذا لكن عندي ملاحظات عندي ملاحظات تطور العمل اولا بعض الملاعب ظهرت اضاءتها ما اقول مية بالمية بس اقول يعني رائع رائع ضاءتها تكاد تكون شابهة الدول المجاورة اخي نقول احنا ما صعب نشابه اوروبا اه يعني الدول مجاورة المتطورة انا مولي كويت اللي كويت ولوردن ترى هم متاخرة وسوريا ولبنان وهاي بعد ما نقارن نفسنا بهاي الدول ولا البحرين حتى احنا فقط عندنا السعودية وقطر والامارات فقط ذني لازم من نقارن نفسنا بيه اذا تقارن نفسك بدول منطقة غير السعودية والامارات وقطر فانت اعتبر نفسك فاشل مع احترامي حتى ايران ترى ملاعبها متاخرة بس ملعبين نجوز به نحظ زيان شنو اللي شفته ملعب دهوك صحيح ملعب قديم تروا تتذكرون انتم شلون ضافوا للمدارج يعني وكذا نتذكر محافظة دهوك السابق تمر رمضان شلون تسواه هذي اه لكن شنو اللي ملعب دهوك هو ملعب قديم يعني ملعب دهوك اضاءة مالتة مثالية جدا بالنسبة لكل ملعب العراق يعني اضاءت انا لاحظتها حتى افضل من ملعب البصرة الدولي فارفع لهم القبعة مثل ما يقولون الاضاءة جيدة واظهرت النقل التلفزيوني جيد واظهرت كل شي جيد اه لكن الاضاءة السيئة اوين هاي الاضاءة ملعب دهوك اضاءة ملعب الكوت واضاءة ملعب اه الكوت سيء وآه نعم ملعب الكوت سيء وملعب الزوراء العفوان اهم ملعب الحمد لله صارت احنا ملعب كثيرة وننسى خصوصا احنا المغتربين يعني هاي ويه قبل احنا بس ملعب الشعب والباقي الملعب هس صارت عندنا ملعب ونقول ها يا ملعب والله راح من بالي ملعب الزوراء ملعب الزوراء وملعب الكوت اللضاءة كانت ضعيفة فالنقل كان ضعيف وربما حتى تقنية الفيديو اثرت يمكن الحكم ما والجمهور با مرتاح بحيث ملعب الكوت من لما شفنا مباراة اليوم البي اه تقول ها اللي بالنهار صارت يعني الملعب مختلف كأنه ذاقي اليوم شفنا بس ظلمة فاتمنى وزير الشباب والرياضة اللي انا عندي 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 عدة ملاحظات يا اخ انت طلعت قلية الوزارة راح تكون دعم الدور المحترفين وهوست وطبلت النفسك وين وين الدعم يعني باقي عملك شوني الملعب ترى كده تأسست وبعضها نفتح بعهد جاسم جعفر وبعضها كملها عبدالحسين عبطان وبعضها بعهد احمد رياض ما اذكر سكمل بعهده شي وانت وصلتك ما فتحت اي ملعب ما عرف انت لحد الان بس القنوات ما عرف يعني الاعلام هم مأجور هذا انت يا وزير الرياضة والشباب يا اخ اشتغل رحمة لدينك الملاعب المتعثرة ما راح تبنيها انت قطعة عهد على نفسك ما تكمل ملعب ديقار الدولي ولا ملعب ولا السماوة سو بها ملعب دولي ولا شي ونعرف ليش ويعني خليها بلك تجي وزارة ثانية وتتغير الله محمد وعلوياك بس دوري محترفين انت تعهدت رئيس الوزراء مطيكي يعازل نتساعد الملاعب اللي اضاءتها ضعيفة برويجك ترات شنو قيمتها يعني جمهور بلكوت جمهور جيد صح اللعبة الثانية ما القاسم مو ذاك الحضور لهم هل القاسم ناحية وها يتكلم بعدين عالدعم يعني حتى ترحال ماهو اهل بابل يعني اشنت اتمنى انه ترسون الملعب يعني مو للقاسم هي انتم بابل انا من وعية الدنيا مرة يصعد نادي بابل وهو بطل بس طلع عنا رزاق فرحان بس بالسبعينات كان عندكم كم لاعب يعني اش صار لو تدعمون هذا نادي الناحية لك الحال اخ وزير الشباب زود البروجكترات التنظيم ما لناره سوي زيان اذا ما تعرف ذو لاكي دهوكي ولو دهوكي تختلف نارتهم مو بالمدارش صايرة مو بطراف الملعب وانما اللعمدة هاي القديمة الكلاسيكية لكن ذا ما تعرف موجودة كوادرك اسألهم ملعب الميناء شلون كملتو مالات شركة عبدالله عوز الجبورة الله يرحمه ابناء سووا ملعب الكوتر ريدي ضاته توب التوب نشوف الجمهور نشوف الساحة عديل نشوف شي عديل النقل يكون جيد وهي بس طولة يعني هي ساعتيان واللعبة اللي بس بالليل ترى ما يحتاج يعني بس بس هالساعتيان لا تكلف كهرباء ولا القلوب هاذا ومن دخول الجمهور لا سوي اللعبات مجانية انا مستغرب ليش الملعب بعضها دخولها مجاني لا زال من دخول الجمهور احط بروجكترات اضافية وكذلك عندك ملعب الزوراء ملعب جديد كل ساعة مغلق كل ساعة من غلق ستة شهر وين البروجكترات ملعب الزوراية عنش تقول لك خرابة ظلمة ما تشاف ريد نشوف الملعب ريد نشوف شي تمام مو واضح يا اخو مو واضح مو عندنا قصر نظر ترى والعالم كلها الصيح مو واضح فهاي هاي كلمتي ان شاء الله وطبعا راح يدخل الشعب والمدينة ان شاء الله يرجعون يدخلون بالخدمة اما ملعب ميسان يعني ملعب محترم من عهد جاسم جعفر هو هذا بس تسقيف ايضا اتمنى انه مشاريع الوزارة يكملون الوعد الوزارة القديم اللي توقف من عهد جاسم جعفر بسبب الميزانية ملعب ميسان يحتاج لتسقيف على الجمهور لانه جاينا مطار وجاينا شي زيان هاي ملاحظاتي حول الاضاء فطلب الاخير الاضاء يا الله الاضاء هلا تنهلا بالاضاء لان المشاهد يشوف عدل والنقل يصير جيد واحنا دوره محترفين يعني محتاج ايصاله للخارج ومحتاج كذلك مشاهدات عالية الصير له وراح اللعبين يقول له وين تحترف مثلا دور العراقب دور العراقب شغالة لا سمعة فايضا هذا هم يتأثر ترى فالتحياته ان شاء الله يحلونها مع السلامة